لم يعد الخلاف داخل مجلس الحرب أو حكومة الاحتلال مروراً بالكنسة أو حتى الجبهة الداخلية الإسرائيلية خافياً على أحد إلا أن الأمر هذه المرة تتجاوز حدود التلميح والتصريح ووصل حد الإجراءات الفعلية التي تفسر مدى التسع رقعة الخلاف التي ستتجاوز على ما يبدو قدرة نتنياهو على رتقها فشركاء الأمس وحلفائه باتوا أكثر تنحراً واختلافاً وبدأوا في الإعلان عن خطوات إن تمت فستفضي إلى مصير لا يرغب فيه رئيس حكومة الاحتلال بين يمين نتنياهو وشركاءه المتطرفون من أمثال وزيري المالية والأمن الداخلي بيتسل إيل سموتريتش وإتمار بن خفير جديد تلك الخلافات ما قام به حزب الوسط الذي يتزعمه وزير الحرب بيني جانتس من تقديم مشروع قانون لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بحلول أكتوبر المقبل الخطوة التي أقدم عليها حزب جانتس قوبلت برفض واستهجان شديدين من حزب الليكود بزعامة بن يمين نتنياهو الذي أكد حاجة دولة الاحتلال إلى الوحدة وليست الانقسام على حد تعبيره وكعادته واصل رئيس حكومة الحرب وزعيم حزب الليكود سياسة الهروب والانسحاب للأمام خيث أكد أن حل حكومة الوحدة في ظل الحرب الدائرة هو استسلام للضغوط الدولية وضربة قادية لجهود تحرير المحتجزين فضلا عن كونها انتصارا للفصائل الفلسطينية وبحسب مراقبين فإن الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب والتي وصلت إلى التروح بحل البرلمان ستشكل مزيدا من الضغط على بن يمين نتنياهو بشأن القبول بصفقة تبادل خاصة في ظل تزايد المطالبات في الداخل الإسرائيلي بضرورة التواصل الاتفاق للإفراج عن المحتجزين مطالبات داخلية وضغوط خارجية وترويح بحل الحكومة والبرلمان من قبل الشركاء السياسيين أمور تزيد العبء على كاهل حزب الليكود وزعيمه بن يمين نتنياهو الذي وعلى ما يبدو قد استنفذ رصيده لدى الخصوم والمؤيدين على حد سواء ترجمة نانسي قنقر